نشرت بالأيام الأخيرة عدد من التحيقات الجنائية بتنفي رواية الجيش الإسرائيلي عن استهداف المستشفى الأهلي ويلي حملت المسئولية لعملية إطلاق صاروخ فاشلي من حركة الجهاد الإسلامي التحيقات الأولية لمنظمة Forensic Architecture واللي حللت شكل الحفرة بتنفي رواية الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ يلي صاب المستشفى طلع من جنوب غرب المنطقة المستهدفة هيد الخلاصة بيأكدها تقرير تاني أن شاريتهم حطة Channel 4 بيشكك كمان برواية الجيش الإسرائيلي انطلاقا من الموقع المزعوم لأطلاق الصاروخ Equally Israel claims the Islamic Jihad failed missile was fired from here a cemetery very close to the hospital but look again at the video of the event the trajectory of the missile doesn't line up with that location too high, too horizontal confusingly the Israelis presentation also says the missile was fired from a location down in the southwest it can't be both منظمة إيرشا تأكدت الخلاصة زيتا من خلال تحليل صوتي لما صار الصاروخ بفرجة أن الصاروخ ما ممكن يكون طلعا من المنطقة يلي أشار إلى جيش الاحتلال أما بحطة الجزيرة فنشر التحليل لما قاطع مصورة بتفرجة أن الصاروخ يلي إسرائيل اعتبرته صاب المستشفى انفجر بالهواء وما وصل على المستشفى انفجار المستشفى بيحصل خمس سوانة بعد تدمير الصاروخ وبالتالي ما فيكون سبب صاروخ الجهاد الإسلامي حسب تحيي الجزيرة كل هات تحييات بتشكك بالرواية الإسرائيلية بس حملة التضليل الإسرائيلية منمت تكلي على حقايق أو تبريرات هي هدفها تخلق غموض حول مين المسؤول غموض تبرع أكترية الإعلام الغربي بنشره لتحويل القصة من مجزرة قتلة 500 فلسطيني لحدث ما حدا مسؤول عنه ترجمة نانسي قنقر